يستطيع الإنسان أن يحصل كل جوانب القوة وكل جوانب النجاح وكل جوانب التوفيق يبقى السعادة والقوة والنجاح والتوفيق تتركز عند العبد المؤمن أن الله عز وجل يحبه أن الله سبحانه وتعالى بمعيته معك يوسر لك كل أبواب الخير ويقلق عنك كل أبواب السوء والشر إن شاء الله ولكن رحلة الحياة دي بسيطة لأنه في حاجة أهم من كده بكثير ماذا في الرحلة الآخرة ماذا عندما يأتيه ملك الموت هذا هو الأهم للحقيقة أعظم موقف يتعرض للإنسان عندما يأتيه ملك الموت ثم نرى أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يتولى العبد الذي يحبه في الدنيا بالرعاية والرحمة والفضل والكرم ثم يحسن الله خاتمته وده المهم لأن يقول رسول الله سلام إنما الأعمال بالخواتيم يعني يتحدد مصير الإنسان عند الله سبحانه وتعالى بخاتمته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله قالوا وكيف يعسله يا رسول الله قال يوفقه إلى عمل خير ثم يتوفاه عليه لأن العبد يوم القيامة سيبعث على ما مات عليه يبقى هذا التعسيل وهذا التجميل هذه من سمرات محبة الله عز وجل ثم يأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه هذا العبد البقاء الذي يحبه الله فيقوله ملك الموت أخرجي أياتها الروح الإباء الطيبة إلى رحمة الله ورضوانه فتخرج بكل سهولة ويسر وقد ورد في الأثر أن أحد الصالحين جاء إليه ملك الموت فقال له السلام عليكم كان في سورة رجل شكل جميل قالوا عليكم السلام ورحمة الله قال أنا ملك الموت فقال مرحبا بك فإنك خير زائر شو بقى هذا الذي يحب القاء الله سبحانه وتعالى فقال له أي سورة تحب أن أتوفاك عليها فقال أو تقدر على ذلك قال الله أمرني بذلك قال أمهلني حتى أتودأ وأصلي ركعتين ثم أقبض روحي بعد ذلك ليلقى الله عز وجل يوم القيامة ساجدا ثم يتوله الله عز وجل في قبره أن يؤنس وحشته في قبره ثم يوم القيامة يوم الفزع الأكبر يقول ربنا عز وجل وهم من فزع يومئذ آمنون ثم يجعله الله يوم القيامة في ظل عرشه ثم ينعم الله عز وجل عليه بدار الكرامة لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ثم يستمتع أخيرا بلذة النظر إلى وجه الله عز وجل وكان نبي صلى الله عليه وسلم يكسر الدعاء اللهم اتعني بلذة النظر إلى وجهك يوم القيامة ومن ثمرات محبة الله عز وجل للعبد في الدنيا أن قلبه يمتلئ سكينة ونفسه تكون مطمئنة سكينة القلب وطمأنينة النفس حتى أن كثير جدا من أطباء علم النفس استخدموا هذا العلاج العظيم جدا لبعض الناس اللي عندها خوف وتوتر وخلق وأصبح مرض العصر في هذا الزمان هو الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب فاستخدموا سلاح الإمام بالله عز وجل فوجدوا نتائج عالية جدا الإنسان المؤمن الذي يطمئن قلبه بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها قيل وما أحلى ما فيها قال محبة الله والأنس به والقرب منه سبحانه وتعالى ثم يستشعر هذا الذي يحبه الله صحوه وتعالى بحلاوة الإيمان والتلذذ بالعبادة والحق الإيمان له حلاوة حقيقة إن أصحاب الإيمان يستشعرون ذلك في نفوسهم وهو حقيقة يسعد كل السعادة بهذه الحلاوة التي يجدها في قلبه ويتلذذ بالعبادات ومن لم يجد اللذة كما قال أهل العلم في ثلاثة في الصلاة وفي ذكر الله وفي ثلاثة القرآن فليراجع قلبه التلذذ بالعبادة وحلاوة الإيمان ثم الرضا بقضاء الله عز وجل بعض الناس حقيقة تحدث له أمور بسيطة جدا في حياته تراه مكتئب وتراه تعبان وتراه أن نفسه مليانة مشقة وتعاسة رغم أن هذا أمر نسير وبعض الناس تصاب بمخاطر جمة وكوارث في حياتهم فتراه يبتسب يقول الحمد لله حبيب ربنا مش هيضيعني أبدا أنا بحبه هو بحبني هذه من ثمرات الإيمان بالله عز وجل هو الرضا بقضاء الله عز وجل والاستمتاع بكل ما يقدره الله لك وتقول في نفسك كل ما يقدره الله عز وجل أنا أحبه لأن حبيبي لن يضيعني أبدا والحقيقة من النماذج العظيمة في التاريخ الإسلامي أن سيدنا سعد من أبي وقاس كان كفيفا وكان مستجاب الدعوة فقال له عبد الله بن السعد يا سعد إنك رجل كفيف ويأتيك الناس تدعو الله عز وجل ويستجيب الله دعائك ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك فقال سيدنا سعد عليه السلام والله يا عبد الله إن قضاء الله أحب إلي من بصري يا سلام شف إنه ينعم بكل ما يقدره الله عز وجل ويستمتع بكل تقدير الله عز وجل لأن ربنا عز وجل حكيم وكل تقديره فيه الحكمة وفيه الرحمة والبركة هكذا تكون الحياة بلا مواقع كما قال ربنا عز وجل ما عندكم ينفز وما عند الله باق ولنجزينا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن ثمرات محبة الله عز وجل التوفيق والبركة أن الله عز وجل يوفقك لكل أبواب النجاح ويبارك لك في صحتك وفي مالك وفي أبنائك الحقيقة ربنا عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأغذناهم بما كانوا يكسبوا فالإنسان الذي يحب الله عز وجل يبارك الله عز وجل في صحته أرى أناس يعملون في الدعوة وفي مرشد دين الله عز وجل وسنهم تجاوز التسعين بسم الله وإن شاء الله يجروا بيتمططهم ويسافرهم ويلحقوا بالقطرات مثل الشباب فالبركة في الصحة والبركة في المال سأذكر مثال بسيط رجل فلاح بسيط في إحدى القرى في مصر كان هذا الفلاح كان يتقل الله عز وجل قال له يحافظ على الصلاوات في المسجد وكان يعني يكسر من تلاوة القرى الكريم فوجد أنها شيء غريب المزرعة بتاعته موجودة في منطقة كلها مليئة بالددان والحشرات وخربانخة إلا مزرعته مزرعته كانت سليمة من أي حشرات وددان فالناس متعجبة مجموعة من الشباب مالهم جابوا كم كبير جدا من الددان والحاجات اللي هي بتأكل الزرع ورموها في هذا البستان للرجل الصالح ماذا حدث الناس تعجبهم حصل أمر غريب جدا وجدوا هذه الددان والحشرات بتجري بسرعة جدا جدا من هذا الحق وتدخل الحقول المجاورة لماذا لأن الله عز وجل يحبه لأن الله عز وجل بركة له في ماله وبركة له في أرضه فالتوفيق والبركة في الصحة وفي المال وفي الأبناء ونحن نعلم طبعا قصة سيدنا الخدر لما قابل سيدنا موسى في هذا الجدار وجدوا الجدار متهدم فظل يبنيه سيدنا الخدر مع سيدنا موسى فتعجب سيدنا موسى لأن أهل هذه القدر كانوا بخلاء ماذا قال سيدنا موسى يعني من الذي حمل لك أن تبني هذا الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجر كالمفروض ناخد أجر من هؤلاء البخلاء الذين رفضوا أن تحومنا فقاله سيدنا الخدر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري يعني ضمن أمر الله ربنا اللي أمرنا أن أفعل ذلك لأن الله عز وجل يتولى العبد الصالح في ذريته والمثال العظيم الذي يرغى في تاريخ الدولة الأموية أن سيدنا عمر بن عبد العزيز وكان من أسرياء الدولة الأموية كان يعيش في البلاط الملكي حيث المال الكثير وحيث السروات العظيمة ماذا فعل؟ تبرع بكل مال الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون خليفة مش يعود ابن قصور ويعود يأكل في أموال الناس والباطل لا طبعا تبرع بكل ما يملك ووضعها في خزانة المسلمين ثم ماذا؟ لم يبقى إلا يعني أكثر من عشر دنانير لما أخذوا منه الكفن أصبح أقل من عشر دينار فكل واحد من وياده كان المراس أقل من دينار سبحان الله ماذا فعل الله بهم؟ وكانوا عشر من الأبناء أو إحنا عشر لا أتذكر يعني كلم كثير يقول وقد وجدت كل واحد من الأبناء عمرو بن العزيز يتبرع بمائة فرس مجهزة في سبيل الله عز وجل شفت توفيق الله رعايته وبركاته في الأبناء فالإنسان الذي يحب الله عز وجل يتولى الله عز وجل يتولاه بالعافية في صحته وفي زوجته وفي أبنائه وفي أمواله وفي ذرياته وفي الحجز القدسي أنا الله إذا راضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا سخطت العنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد نسأل الله عز وجل العافية من سمرات محبة الله أيضا محبة الملائكة والناس له يعني الملائكة بتحبه والناس كمان كما ورد في الحديث الصحيح إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يعني ربنا عز وجل يسمي العبد بإسم سيدنا جبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء يا أهل السماء الأموال الملائكة يعني إن الله عز وجل لا يحب فلانا فأحبوه فيحبه وقال للسماء ثم يوضع له القبول في الأرض يعني إيه يعني يبقى كده الناس بتحبه في الأرض القبول في الأرض يبقى يحب الناس أن ينظرون إليه ويأنسون لحديثه ويستمتعون بالوقياه والجلوس معه هذه من سمرات محبة الله عز وجل ولما تلاقي إنسان كده الناس بتحبه وبتألفه يبقى دي علامة من علامات محبة الله عز وجل له